صبر جديد ومبهج لكل الناس المهتمة بالتصالح في مخالفات البناء بدء تلقي طلبات تصالح بمخالفات البناء يوم الثلاثاء المقبل حسبما أعلن وزير التنمية المحلية أعلن لو هشام أمن وزير التنمية المحلية عن موصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات وده هيكون ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل يكونوا أحد الملفات الهامة والحيوية اللي بتقع على رأس أولويات الدولة المصرية اللي بتساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن طبعا في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم ليهم وفقا لقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 قال له هشام أمنى أيضا في بيان اليوم إنه سيتم إتاحة أبليكيشن جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علشان يقوم المواطن كل ما لديه من مخالفات قبل تاريخ 15-10-2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به واللي هيتم تحولها مباشرة للمركز التكنولوجي التابع لي بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية كمان أكد اللي هو هشام أمنة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات والبالج عددها 341 مركز على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح وأكد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتزليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة اللي بتسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الخيوي ثمين أوضح وزير التنمية المحلية إن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وده من خلال تحديد مسؤول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة يكون السكرتيري العام أو السكرتيري العام المساعد انتهت بالفعل من تشكيل اللجان والأمانات الفنية اللي هتدير عملية تصالح على مستوى كل محافظة وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين اللي تم تسجيله على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجانة الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقا وكمان أشار إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل والسر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة قصة وإن القانون الجديد بيتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات اللي بتقدمها الدولة المواطنين وأكدا على ضرورة تأكد من استفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية طيب اللي هو هشام أمنى أشار إلى بعض المميزات في قانون التصالح الجديد اللي هو 187 لسنة 2023 بالمقارنة بقانون رقم 17 لسنة 2019 اللي بيسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون الأديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد أيضا هيتم تشكيل اللي جام من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري وتخفيض القيود المفروضة في الحزر في المادة التانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء وقال كمان وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد بيتميز عمل منظومة إلكترونية متكملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبليكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وقتها قانون التصالح الجديد التصالح المواطنين التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 عشر ألفين تلاتة وعشرين يعطى فرص لأكبر عدد من المواطنين لطلبات التصالح ده يمكن كان الخبر الهام والمبهج يعني الكثير من المواطنين كانوا منتظرينه وهو خبر بدء تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء واللي إن شاء الله يكون بدء من يوم الثلاثاء المقبل عسب ما أعلن اللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر